أعود إليك سيد طاها أعود أخيرا حتى هذه اللحظة أي الفرضيات ترجح أكثر هل نحن أمام عملية منظمة إرهابيا أم أمنا نتحدث عن حادثة فردية وأي البصمات حتى تحملها هذه العملية وفق ما توافر من معلومات حتى الله نعم أنا بتصور أعتقد هذا العملية الهدف الأساسي منها هو ضرب السياحة بدرجة الأولى وهي توجيه رسالة للشارع التركي بأن الإرهاب لم ينتهي داخل تركيا كما اشترك فيها البداية بأن تركيا مقبلة على هناك استحقاق مهم للغاية وأعتقد هذه هي الرسائل الأولية التي وصلت لسلطات التركية وحتى للمواطنة التركية هنا إذن مشاهدين نذكركم بأن في هذه التغطية نقف على كل التطورات والمعلومات التي توافرت إثرى عملية يقال حتى اللحظة بحسب بعض القراءات ووسائل الإعلام التركية بينها عملية انتحارية تفجير بمنطقة تقسيم بإسطنبول شارع الاستقلال حتى اللحظة مقتل ستة وجرح أكثر من عشرة أشخاص وهناك طوق أمني في المنطقة وبحسب هيئة الرقابة الإعلامية منعت تعامل الإعلام مع هذه الحادثة حتى تكشف معلومات أكثر أو انتهاء حتى تحقيقات المدعي العام وسنبقي عينا على كل ما يحدث هناك من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي طاها عودة أوغلو وأيضا قبل قليل سيد برهان كور أوغلو والزميل محمد المشهراوي شكرا جزيلا لكم جميعا